خلينا نروح للإنترو بعض الأخبار المهمة النهاردة يمكن الحدث الأبرز عندنا وهو افتتاح مجمع الصلاة بفرع النادي الأهلي بالشيخ زي الحقيقة عايزة توقف هنا عن افتتاح مجمع الصلاة طيب هو إيه الألعاب اللي موجودة عندنا في مجمع الصلاة عندنا أربع ألعاب تنس الطاولة هنا مجمع الصلاة ليه أهمية كبرى في افتتاحه ليه بقى لأنه إحنا الألعاب دي كان بيحصل ضغط كبير جدا على أهل الجزيرة هنلاقي أغلب العضاء أو أغلب عضاء الجمال الأمومية كانوا بيضطروا يروحوا أو يشاركوا في أهل العبدي عن سكواش ما كانش عندنا مجمع سكواش يمكن الرئيسي كان هو في أهل الجزيرة فطبعا ابتتاح مجمع سكواش في الشيخ زايد أكيد هيخف في الضغط والتزاحم زايد كمان هيدي قعدة عريضة للنادي الأهلي يقدر يختار منهم الناشئين والمدارس طبعا هكون أكبر بشكل كبير عندنا نفس الكلام بالنسبة للكراتي نفس الكلام بالنسبة للتنس الطاولة نفس الكلام بالنسبة للجومباز والحقيقة يبدو أن مجلس الإدارة في دورته الجديدة برئاسة كابتن محمود الخطيب بيبتدي الفترة بإنجازات جديدة خلي بالكم هذا الإنجاز مش وليد اللحظة البناء المجمعات دي يمكن خات فترة يعني من يمكن من الدورة اللي فاتت طبعا دي صور والقطات من الافتتاح النهاردة وكابتن مصطفى عسل نجم النادي الأهلي العالمي السادس العالم في السكواش كان موجود طبعا في الافتتاح النهاردة ومجلس إدارة بالكامل موجود خلينا أقول لكم أنه يعني الفتاح والإنجاز النهاردة بالافتتاح ده جاي بالتوازي مع المنشآت الأخرى فرق التجمع العمل بيجري على قدم وصاق هناك وإن شاء الله الأمور تقرب تتفتح هناك ملاعب للألعاب الأخرى بشكل كبير وده هيساهم في يعني زيادة القعدة العريضة في هذه الألعاب مش بس النادي أهلي بل مصر كلها عندنا كمان التطوير اللي بيحصل في فرع الجزيرة عندنا أيضا مدينة نصر شفنا التطوير الكبير شفنا الجراش اتعامل في مدينة نصر شفنا أيضا نقل الملاعب شفنا مجمع الفود كورت اللي معمول كل الإنجازات اللي بتحصل على المستوى الإنشائي ده إضافة قوية مش بس النادي الأهلي ولكن البنية التحتية في مصر خلينا أقول لكم أنه أنا يمكن أكتر واحد سعيد بده لأنه إحنا وإحنا العيبة كان بيبقى عندنا مشاكل أنه إحنا نتنقل من نادي لنادي عشان نلاقي مكان للتمرين النهاردة ما فيش أي مشكلة مجمعة زي ده هيكون تحت أمر المنتخبات المصرية أكيد في مكان حيوي زي الشيخ زايد ممكن ما فيش يعني مش متذكر أو مش حضرني دلوقتي أي نادي موجود في الشيخ زايد في مجمع الملاعب دي أو مجمع الألعاب دي مش هتلاقوها بالتجميع دي في المكان ده جار في أهل الشيخ زايد طبعا ده إنجاز كبير رحل النهاردة سعداء بي جدا وخليني برضه أقول كان من ضمن الحاجات اللي كان على جانب الافتتاح حاجة طريفة جدا وكابتن محمود الخطيب بيفتتح مجمع تينيس الطاولة كان النهاردة بتعرفين جمعتنا العالمية الشابة طبعا أو مش شابة 14 سنة هنا جودة اللي فازت بالدهبية الزوجة في تينيس الطاولة في طولة العالم وفضية الفردي النهاردة كان عيد ميلاد وكانت أصر تينيس الطاولة كان بتحتفل بالعيد ميلاد كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته طبعا حضر النهاردة الاحتفال البسيط ده وطفه الشمع مع هنا يمكن ده هو ده تقليد أو روح نادي الأهل بتلاقي كل نادي الأهل في الآخر أسرة واحدة ده بيسروح يجيب مدليات ده بيروح مع المنتخبات ويرجع ولكن البيت الكبير في الآخر بيجمعنا كلنا ده يمكن الحدث الأبرز ودي صورة طبعا حضور مجلس إدارة النادي الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب طبعا عيد ميلاد هانا جودة هانا وقفة في المنتصف هانا اللي انتوا شايفينها دي 14 عام حصلت على بطولة الدهب في بطولة العالم زوجي مع اللعبة أو بطلة اليابان وحصلت على بطولة أو المديليا الفضية في الفردي واللي خادت دهب زميلتها في الزوجي بطلة اليابان يعني أصدق لكم أنه إنجاز كبير طبعا زي ما أنا قلت لحضراتكم كل لعبتنا بيروحه وزي ما احنا شايفين لعب منتخب مصر كوت القدم عمر السلية طبعا كقائد ليهم موجودين مع منتخب مصر يخلصوا ورجعوا تاني بيتنا الكبير في النادي الأهل يعني هتلاقي دايما بنجمع ونيجي نشارك بعض في النادي الأهل بكل إنجازاتنا اللي احنا خارج النادي الأهل يمكن ده كان الخبر الأبرز عندنا النهار